طبعا لا صوت يعلو فوق صوت المباراة الأهلي وامد ياما خلال هذه الفترة كل جماهير النادي الأهلي لا تفكر إلا في هذه المباراة وكيف سيلعب النادي الأهلي في هذه المباراة مباراة مرتقبة هتقام إن شاء الله في غانا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة مواجهة قوية وصعبة بسبب استمرار ظروف الغيابات وأيضا غيابات أخرى بتزيد خلال هذه الفترة إصابات وأمور فنية وأمور أخرى ولكن كلنا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق أكتر نتيجة إيجابية والحفاظ على صدارة هذه المجموعة زي ما احنا عارفين الأهلي بيتصدر هذه المجموعة برصيد ستة نقاط ثم يلي شباب بلوزداد خمس نقاط ثم يلي يانج أفريكنز أربع نقاط ثم ميديامة الغاني في المركز الأخير والرابع والأخير برصيد أربع نقاط عايز أقول لحضراتكم أنه أنا لو ما كان ميديامة عايز أكسب النادي الأهلي بأي طريقة يعني أنا لو ما كان المدير الفني لفريق ميديامة الغاني أنا بس بوري حضرتك مدى صعوبة هذه المباراة بالمناسبة هذا الفريق فاز على شبيبة القبائل أو على شباب بلوزداد الجزائري في أول مباراة واحد اتنين واحد فعشان كده أنا بقول لحضراتكم أن هذه المباراة يا مباراة ليست سهلة لأن هناك البعض يفكر أن مباراة شباب بلوزداد اللي فاتت أو شباب بلوزداد اللي فاتت كانت مباراة سهلة عدنا من هذه المباراة بكل ما فيها من سلبيات وكل ما فيها من إيجابيات ولكن النهاردة داخلين على مباراة أنا بشوفها بجوها بظروفها بأمورها كلها أصعب من المباراة الأولى أصعب من المباراة السابقة فمن فضل حضراتكم خلينا نفكر أن هذه المباراة لأن أنا الحقيقة عندي كده ببقى متضايق من بعض الأمور منها أن حد يكلمني يقول له إسلام إحنا هلازم نكسب المطش اللي جاي 4-5 ما فيش حاجة اسمها كده جماعة فيش حاجة اسمها أن أنا لازم أكسب 3-4 والمطش سهل لا لا توجد مباريات سهلة في كرة القدم ممكن يبقى الفريق اللي قدامك أقل منك فنيا ده مليون في المية أنا بقول لحضراتكم وبابصم زي ما كنت بابصم إن شباب بلوزداد أقل منك فنيا ولكن وفريق ميدياما أقل منك فنيا ولكن المستطيل اللي أخضر ما تعرفش الظروف اللي حتحصل في المباراة إيه النهاردة أنا كنت بأتفرج على مباراة سيراميكا والجونة سيراميكا كلوباترا والجونة مباراة لطيفة حلوة تتفرج عليها تتبسط منها لأنها الجونة متقدم بهدف السيراميكا جاب جون في ديئة 91 تقريبا ولكن سيراميكا أضاع 20 جون شوط التاني تحديدا الجزء اللي أنا اتفرجت عليه كل شوية راحين كرة تتلعب بالعرض الجون فاضي حطها تيجي في العرض كرة تتلعب بالعرض الجون فاضي حطها تيجي من فوق الجون أنا ليه بقول لحضرتك كده ده ظرف من الظروف سيراميكا كلوباترا النهاردة فنيا أفضل كتير من الجونة ولكن المباراة كانت حتنتهي واحد سفري للجونة ده أنا بوري حضرتك حاجة حصلت النهاردة فكرة القدم فيها كل شيء كرة القدم ممكن في ثانية كل حاجة تتغير إحنا أحسن من ميديامة فنيا بكتير لما تيجي تقول على الورق مصطفى شبير ولا حارس ميديامة هتقول مصطفى لما تيجي تقول للشتوبرز أو خط الدفاع أو خط الدفاع تقول خط الدفاع الأهلي ما تيجي تتكلم على خط الوسط في ظل هذه الغيابات هتلاقي برضو أن خط وسط الأهلي أفضل من خط وسط ميديامة نفس الكلام بالنسبة للنحية الهجومية نفس الكلام بالنسبة للمدربين أنت صرف كم وهو صرف كم أنت بتعمل إيه وهو بيعمل إيه أنت واخد كم بطولة واخد كم بطولة ولكن كل الكلام ده حلو وجميل وزال فل وعلى دماغي من فوق وكلام لازم نبقى واخدين بالنا منه طبعا ولازم نقوله إحنا دايما لما بيجي نتكلم حتى بنقوله ولكن متى ترى الحقيقة؟ ترى الحقيقة في الملعب مش في حتة تانية في الملعب بس التسعين دقيقة أول لما الحكم يسفر البداية وأول لما الحكم يطلق صافرة النهاية هم دول اللي نقدر نقول أن أنت أفضل ولا مش أفضل